مرحبا عليكم معكم شاهد العبادي يومين اللي فاتوا نزلنا فيديوهين واحد عن مخطوطات القرآن لمحمد المسيح لما اتخذك بلفظ اسمه ثاني بخص مخطوطات صحيح البخاء على ما اعتقد اللي هو لاشيد إيلان فظل الشخصين حبيت النعمة زي التوازن بعدهم ونزل او اقع كتاب بخص مخطوطات القرآن او على الاقل بعد على اشكاليات نقل القرآن فلقيت بوجه احسن كتاب ممكن نقعه هو كتاب سامي وما هذا الكتاب اخذ لنا عشان اقعه تقريبا ثلاثة ايام كتاب انا شفته امانة على عكس باقي كتب سامي اللي انا قاتله اياها هذا الكتاب كان كويس كثيرا صدقا كان كويس يعني ممتاز يعني عشان الواحد يقول كلمة حق يعني بل انا حست حالي بتعلم من الكتاب على عكس باقي كتب اللي بيحكي فيها عن العلمانية وعن الاساطية وعن الاثار اللي فعلا هو بيخبص فيها الدنيا يعني سامي لما حكى بتخصصه فعلا انا جاب لك شغلات قوية جدا وتكلم باشياء الواحد بيسمع وبتعلم منها امانة الواحد بتعلم منها امانة صلاح انه كويس وحلو وانا تعلمت منه كثيرا معلومات الا اني يا اخي كالعادي بحبش انا اسلوب سامي عامل طبعا هذا موضوع نسبي انا اسلوبه بحسه ممل جدا بالكلام وحسيت كمان بنوع من انواع اني بالاول كنت اقعى مثلا الفصل اول ثاني عادي ماشي وضعي بعد استحس حالي بضيع بالمعلومات يعني من كثم هيك فيها صوت اضيع بالمعلومات فالطاعة الناعيد بعض بعض الفصول بطاقة كمان ساعة عاشر مضيع عاشر وقت لانه عندي بعض الشغلات ثانية ومشاريع ثانية فمش فاضل يظل عيد بالكتاب ولكن فعلا اسلوبه انا مبعف وانا بس هيك بحس او او في ناس ثانين انا فعلا مقاله كتاب بضيع اغلب الوقت بضيع وبحس حالي مطاعة الناعيد الشغلات فما بعف اذا هي سلبية ولا لا ولكن هذا اللي صامعي طبعا الكتاب كمان بتناول مواضيع عدة مش بس اقتباس القرآن من الكتاب المقدس لا كمان بروح لك على كتب اليهود الثانية زي مثلا التلمود المضاش المضعف ايش الاناجيل مثلا الغاسمية انجيل تومة انجيل الطفولة وبروح لك على كل هاي الاشياء اللي بتدعي لبعض انه القارق طبس منها وفعلا الواحد هو بقى بها الفصول بنصدم مع ان انا بعف هاي المعلومات يعني من زمان بس ما كنت تعرف انه مثلا بعض الانجيل لابو كافة مثلا كتبت بعد الاسلام يعني هاي الشغلة كانت غايبة علي او تاجمت بعد الاسلام يعني انا اللي بعف وهذا الاشي انا كتبته بكتاب اين كتبته زمان نزلته على النت اسمه اعتقد الاسلام والاصطار القديمة حتى انا ناس اسم كتابي كنت حكيت عن هاي المعلوم انه مثلا التلمود بعض الزاء ان كتبت بعد الاسلام وهذا الشي صحيح انه بعض القصص مثلا التواتية بعضهم ان كتبت بعد الاسلام ان هذا الموضوع انا بعفه قبل بس ما كنت بعف انه كل القصص اللي بتدعوها زي مثلا قصة صفة استيا مثلا فيه صفة ثاني بكل فيه التفاصيل تعالي قصة سليمان ما كنت تعرف انه كتب بعد الاسلام مثلا يعني هاي المعلومة جديدة كانت علي كماتب الكتاب جدا كانت صادمة لحد ما الي ولكن فيه شغلات انا كنت بعافة بس هو يعني خلينا نقول اتوسع اكثر بالمعلومات اللي عندي وخلاني افهمها اكثر فبحاول اوصله يعني ان اثبات قضية ان القانق اختبس من كتاب اليهود والمسيحيين قضية نوعا ما سامي بعدها بسلوب كويس امانة بس طبعا في بعض الملاحظات كمان عن قضية نقل الكتاب المقدس كمان سامي اعتقد ما تكلم عنها بشكل كافي وهي قضية انه سامي باول الكتاب حاول يثبت للنبي محمد عليه السلام امي وطبعا اغلب المسلمين ومنهم انا بيامن انه نبي محمد كان امي يعني هالمعلومة اغلبنا من اعمل فيها ولكن طبعا سامي عاما يعني هو بيحكي عن قضية امية النبي كان يظل يحكي انه هذا قول المستشاقين وهذا قول العلمانيين خلينا نقول وهذا قول مبعف ميا بس هو ما جاب سيات انه حتى هذا الموضوع قضية خلافية قضية انه النبي كان امي يعافق القاءة والكتابة هي اصلا قضية خلافية بين المسلمين يعني في مسلمين فعلا وشيوغ كبار حقولك ان نبي محمد بالاكس تعلم القاءة والكتابة بعدين في البداية ما كان عافقة ويكتب وبعدين يتعلم في ناس حقولك لا انه ما تعلمهاش فهالقضية هو ما وضحها واكتفى بس بعض الادلة الناس الذين يقولون انه امي ولكنه ما جاب الادلة الثاني وعد عليها فهال الموضوع يعني شوي حسيته انه غلط كان لازم واض على الحجج الناس اللي بتقولوا انه النبي محمد ليس امي قضية الثانية اللي ما حكاش عنها سامي عاما او ما حسيته شفر غليلي فيها هي قضية المصادر يعني سامي بقولك انه والله اذا افطادنا جدلا انه النبي محمد كان عنده تواوي انجيل وكذا وهي الكتب كلها اصلا متاجمة ايامه اذا هذا يقتضي انه نبي محمد كان يحكي كثام اللغة كان عنده مكتبة فيها كل الكتب الاسلامية والمسيحية والهندوسية ومن هذا الكلام وهذا القول صاحة لا مش لازم ان نبي محمد يكون عافقة مية شغلة عشان يقدر انه يوصل لهذه المعلومات النبي محمد لو افطادنا جدلا انه ما بعافقة يكتب هو يقدر يسمع ممكن كان يسمع القصص طبعا هاي افطادات من عندي انا ماش افطاد عليها ولا كان ممكن رد ولكن انا انه كنت بقى او بحى اصدقى مش بتركيزك بيها ممكن بس انا لا اذكر الناد على هالموضوع انه النبي محمد قد يكون المصدى التاعه للمعلومات لم يكن القاءة بل السماع لانه هاي القصص كانت منتشة ايام النبي محمد بدليل الآية اللي بتقولك في واحد منهم حكروا انه هاي اصطاء الاولين بالقوان يعني حتى مذكور انه في واحد من اعداء محمد او خصومه ادعى ان القانه اصطاء الاولين فاكيد يعني البعض كان سامع بهاي القصص قصة موسى وعيسى واباهيم اكيد بعافوها يعني بل حتى كان العاب يعني حسب المنسوع الاسلامية نفسها ينسبوا حنم لاباهيم فاكيد هاي الشخصيات كان لها قصص منتشة بجزارة العابية طبعا هذا عن هذا الحكي لسا انا بقول عن جزارة العابية ولكن بحاول اقوله ان البي محمد مش لازم يقع هذا الحكي ممكن يكون سمعوا مثلا ودونوا هاي القضية هو ماد عليها بشكل كافي بائي وممكن هاي كمان بتفسى قضية تعدم تعتيب القوان بالشكل اللي احنا منشوفه يعني انت ابتقى بالقوان مثلا بتكون تقى مثلا عن آية معينة بتلاقي حرك نطع قصة ثانية مالهاش دخل بالموضوع الاولاني فممكن عشان هيك لانه التعتيب فيه اشكالية لانه كان يسمع بعدين يتم التعتيب الآيات بدون وحي دخلين نكون واضحين بالحكة لان بحكي طب هذا الكلام انا ببتبنى انا بطاح الافكار بس اللي اجت خطط بالبال او انا بقى ثاني شغلة قضية متى كتب القوان السسامي بفترض افترضات انه مثلا الكتاب القوان انه احنا بندعي انه مثلا او الناس اللي بيهاجم القوان بيدعو انه القوان والله يكتب والنبي محمد ألفوا لا انا استفي فاضية اقوى حاليا البعض بحكيها يعني بذات اللي بيحكوا عن دول العباسي وكذا بيقولك اللي ألف القوان مش النبي محمد اللي ألف القوان وهي نضاي قوية على فكرة اللي ألف هذا الكتاب قد يكون الصحابة لانهم جمعوا وعملوا كذا لانه ما عنا مخطوطات من ايام النبي محمد للقوان فاغلب المخطوطات تاجعنا الصحابة وقضية جمع القوان وكذا فمن المنطقي انه نحكي مثلا انه اللي ألف القانون ليس محمد بل الصحابة تعونوا والصحابة اكيد لنا افتعتهم اكثر من النبي لا اكثر من سبب لما النبي كان عايش اسلمنا على ناس يهود اسلم معه زادشتيين زي سلمان الفازي اسلم معه كثيرا ناس ففي احتمال انه هذا الكتاب يكون تأليف من الصحابة هذا الاشي انا ما شوف قد قوي على من سامي عليه وفي اختلاف اصلا بين الطواف الاسلامية على عدول الصحابة فهالقضية نعتقد لنازم كان نولد عليها بوضو وفي بداية الكتاب سامي عما بيقول لك شغلة غايبة بيقول لك انه غايب موضوع المستشرقين يا اخي بيجوا لك مثلا بيحكوا لك انه القانون طيب انه في تشابه طيب ليش ما يفترضوا مثلا انه في وحي الهي مثلا مع انه هذا هو المنطقة وانه المصدر واحد صدقا سامي عما لما حكي هذا الكلام انا صفنت زي هيك وحكيت المهم يعني انا حكيت بينه وبين نفسي يعني يا سامي واحد لا ديني مثلا برجع كل شيء للمادة لما يجي يقى اكتابك يعني ايش هيقول حيقول وحي وآلهة ولا حيقول هذا الكتاب ان اخذ بالمصادر حيحكي انه اكتاب اخذ بالمصادر بل حتى الدراسات في العالم الغابي اللي انت مطلع عليها اكثر مني بتقول انه الاديان اصلا تم عليها موضوع التطول اللي انت حكيته كمان لما تكلمت عن المسيحية واليهدية وهذا حكي عنه اسا كمان شوي المنطق انه انا لما يوقع بايدي اي كتاب ديني ما اقولش مثلا نو هذا الكتاب بالمصدر السماوي حتى رأى هو قل هيكه المنطق انه اقول انه هذا الكتاب الطوى واخذ معلومات انها السبع بايدي كتب بو سوعة الاديان الفاصل السواح مش هقول انه هذا الكتاب والله اجمع عند الله بل هقول اكيد انه هذا الكتاب جاب مصادر او كتبها او انه اخذ من حدا هذا هو التفكيل المنطق مش هحكي انه من وحي هذا هو المنطق يعني اصلا يعني فهالكلمة بعض اسفزتني بكتابه من المواضيع الثاني كمان الغالب بكتابه انك بتلاقي انه بانتقد لما بلش ينتقد المسيحية ويطلع العيوب اللي فيه وفيه شغل يعملها حلوة انه اعطاف بكتابه انه المسيحيين مقتبسوا فيكة الاله المصلوب على الصليب والام معذة وكذا وقال انه هذا كلام كله كذب وانا بحيي على هذا الاشي جدا انه باعترف حتى لخصومه انهم فعلا ما خذوش هاي الافكال تعيث الصلب والولادة من عذاء ومناظ الحكوة بيقولك انه كل هذا الكلام خافات وجمهة النقاط على انه كذب هذا الكلام وانا اتفق معا بهالاشي وسعيد جدا انه عاضها المعلومة ولكن كمان هو لما تكلم عن قضية الاساطية واقتباس الكتاب المقدس منها هو اخفى الشغلي قضية مثلا تطوى الجنة والنام مثلا هسا علماء الديان لم يحكوا لك عن تطوى مثلا الديانة يهودية وكيف طلعت فيها الجنة والنام ما بيحكوا لك انه باول ما بلشت كانت فيها هاي الافكال بل بيحكوا لك انه هذا الاشي صار بتطوى وحكينا عن اشي هذا كثير بالفيديوهات التعيتي عن طريق وشفكات الشيطان كمان اجت بعدين وهاي الافكال كلها تطوات بعدين المشكلة سامي عما بهذا الفصل لما تكلم عن تأثير الكتاب المقدس بهذه الشغلات هو اثبت فعلا انه فيه تطوى بصاب الديان والتطوى هذا كمان هذا كمان انا برائي الشخصي قد يكون يخطأ الاسلام لانه الاسلام يدعي انه الديم عند ادم لعند محمد هو نس الديانة فمن الطبيعة تكون في جنه الاساس والنار تكون موجودة يكون هنا اشياء اساسية التوحيد موجود ولكن هذا الاشي مش موجود بعلم الديان بل بقول لك انه هاي الاشياء كلها والافكال تطوات باليهودية وبعدها اجت المسيحية واخذت هاي الافكال وطواتها وبعدها الاسلام وانت اثبت هذا الموضوع بكتابك فاذا احنا هيك اثبتنا انه فعلا القانق تبس وهو تطوى لأديان قديمة وملهوش الموضوع بالوحي وهذا الموضوع كان لازم ينتبه عليه جدا اذا اثبتنا تطوى اليهودية باقي الشخصي والمسيحية هذا كمان بدل على تطوى كمان الاسلام لانه هو تابع للاثنين حتى لو احنا قلنا ان الاسلام هو الاصل وهذا الكلام اوكي يا سيد الاسلام هو الاصل من آدم لمحمد ولكن علميا واقعيا الاسبخية اليهودية وهذا لازم هو يبين هذا الاعطاذ ويرد عليه ولكنه ما قدش عليه بل هو عزز هيك اعطاذ هسا باقي الكتاب وباقي الكلام فيه انا جدا شايفه كويس شايف الكتاب كمان بثبت اللقاء لم يقتبس من كتب اليهود والنصار انا شايف الموضوع هو نجح فيه شايف الكتاب قوي شايف الكتاب ممتاز شايف كمان الكتاب انه برد على شبهات جدا قوية شايف انه كويس كثير للمطالعة شايف انه برد على شبهة أساطية الأولين او شبهة اقتباس الكتاب القام كتاب المقدس بشكل يفنده جدا بل يثبت انه كتب اليهود والمسيحيين هم اللي اقتبسوا من الاسلام وهذا ايشين جدا بارو صدمني وقوي طبعا هكذا المواخذات اللي عندي عليه ولكني باجعه بقول انا شايف الكتاب كويس واجعلي فعلا ثقتي بسامي عاما وممكن بالمستقبل اقاله كتب في المجال تاعه اللي هو الكتاب المقدس استفدت كتاب من الكتاب وهاي دائما ننتقده ولكن فعلا هذا الكتاب كان كويس لو بدي اضل نحكي عن الشيء الكويس اللي فيه مش هنخلص فانا حولت اجيب بس الاشكاليات اللي انا شفتها بالكتاب او اللي انا اعتباهها اشكاليات وطبع عندي كتاب شكاليات ثانية ولكني باقتصار على هذول وفعلا الكتاب كويس باجعه بقول الهدف تاعه انه يثبت عدم اتباس القرآن واثبت فعلا ان القرآن لم يخطبس منهم اثبت الموضوع من خلال الابوكريفة والشغلات هاي كان نفسي يكون موسعك طال موضوع كان نفسي مثلا نود على فكرة انه ممكن الصحابة هم اللي ساعدوا كان ممكن لانه بعضهم كان يحكي اكثر من لغة كان نفسي مثلا نود على فكرة انه ممكن الكتاب يكون انكتب اصلا بعد الاسلام ولكنه لم يفعل ذلك ولكنه عمل مجهود وعد على اغلب الاشكاليات ونجح فعلا بالهدف تاعه هذا باقي الشخصي وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي وطبعا اباجعه بقول انا ما بتبني الحكي اللي قلته انا بس قلته كاعطاظ لكلامه لانه دائما بحب ببين الاعطاظات اللي بتخطوه ببالي وانا بقى الكتاب بل حتى اغلبها كنت كتبة بالكتاب نفسه وباجعه بقول الكتاب كويس بنصح فيه على العكس باقي كتبه لنقاطها بالقناة